وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي فإن العالم يحتاج إلى تمويلات تقدر بنحو 130 تريليون دولار لمشروعات المناخ من أين سيأتي هذا التمويل وما نصيب الدول النامية منهم وما دور المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد أو مؤسسات تمويلية أخرى في توفير هذه المبالغ كل هذه الأسئلة سنترحها على ضيفي في الستوديو الدكتور محمد كفافي رئيس المجلس العالمي للاقتصاد الأخضر وكبير مستشاري الطاقة بالصندوق العالمي للتنمية بالأمم المتحدة أهلا وسهلا بحضرتك الدكتور محمد وطبعا الموضوع المناخ والاهتمام بالمشروعات المتوافقة مع البيئة هو العنوان الأبرز بالذات أنه مصر بتستضيف قمة المناخ قب 27 بنهاية العام الحالي لكن خليني أعرف على المستوى العالمي لماذا أصبح هذا الاهتمام المتسارع بمشروعات المناخ مبدئا أصبح الحديث النهاردة عن المناخ اقتصاديا وصحيا ومن أجل البقاء وليس فقط رفاهيا وبعد النهاردة التوقعات كلها والمخاطر بيئة إذا وصلت درجة حارة الأرض 2.5 درجة مقوية زيادة عن المعدلات الطبعية اللي هي من أكثر من 50 سنة مثلا بيبقى حضرتك الموضوع هنا هدأ انسهار القطبة الشمالي والقطبة الجلوبة الماكن التلج يبدأ انصائر مستويات الموحيطات ترتفع الدول هتختفي بضغط أن فيه توقعاته لها في النقارة أستروليا بالكامل هتختفي إذا وصل هذه الدرجة وطبعا كل المناطق الساحلية يبدأ طبعا المحاصيل الزراعية كسيرا هيحصل فيها عجز كائنات حياة هتموت هيحصل خلل بيئي رهيب ده كل ده نتيجة ايه؟ الانبعثات الكربونية اللي يجب أن نستخدمها كلنا حاليا عالميا لأنه طبعا النصيب الأكبر حاليا في الاقتصاد بيعتمد على الوقود الإحفوري وبالتالي لو ينتج عنه حرق الوقود اللي ينتج عنه CO2 ريبيزيت زهر تحت بس الحراري طبعا حصلنا حد كام؟ احنا دلوقتي بيتكلم فيه وصلنا أكتر من خمسة وخمسين في المئة من هذه المشكلة حصلنا في درجة ونص وصلنا لها فضلنا لكمان درجة يعني عدينا الخمسين ستين في المئة من الايه؟ من نسبة الخطر ومن هنا بدأ العالم فيه خطر طب نهيك بيعها كمانا ناحية تانية على الخسائر البيئية العالم النهاردة بيتكلم فيه حوالي سنويا لا يقل عن 6 تريليون دولار خسائر سنوية من الاقتصاد اقتصادية بتمثل حوالي 6% من حجم الاقتصاد العالمي الخسائر دي بتكون في شكل ايه؟ يعني تكلفة مثلا بيدفعها القطاع الطبي بسبب مشكلة صحية؟ ولا خسائر التلوث مباشرة للاقتصاد يعني ابتدت مثال خالص ابتد مثال الهدر في الطاقة عدم استخدام الكفء في الطاقة ده بيؤدي الخسائر ده بيترجم لخسائر لخسائر عدم اعادة تدير المخلفات انخفاض كفاءة الانتاجية للعنصر البشري يعني بعض الدرسات أثبت أن كل زيادة 10 يونتز زيادة في التلوث بيؤدي لنخفاض 4% في انتاجية العنصر البشري لأنه ناس صحتها ما بتكونش أقل بزبط التلوث خسائر كبان في الأرواح بالمناسبة التلوث بيؤدي ده من WHO 15 مليون شخص يتوفى سنويا نتيجة التلوث الهوائي فقط يعني احنا بيقوله ده من أول ما ظهد كوفيد-19 قلت يا جماعة احنا خايفين من كوفيد الكوفيد هي موت كم واحد مليون اتنين طب احنا ما صنعته أيدينا من تلوث بيؤدي لوفاة 15 مليون واحد سنويا طبعا التلوث البيئي معروف انه ممكن بيسبب أنواع من السرطانات وأمراض أخرى فأنا هذا أصبح خسائر اقتصادية وخسائر صحية فادحة نصيب مصر على سبيل المثال للحصر بتقدر بحوالي 20 مليار دولار سنويا خسائرنا بيئية دي بتحسب بأي شكل يعني كنسبة من من ناتج المحلي الإجمالي نسبة تمسل 6% من ناتج المحلي الإجمالي دي عالميا البرسنتجي الافراج كده تمسل 6% من كل دولة يبقى ناصبها 6% من ناتج المحلي الإجمالي طيب دا الموضوع فبالتالي من هل دا أصبح الحديثة على الإنفيرومنت لأن أجل البقاء والرخاء وليس لكجري مش رفاهية